طلب أن نأب الدكتور عبدالهاد العجمي رئيس الحكومة الجديدة شيخ الدكتور محمد صباح السالم باختيار الوزراء الأكفاء في التشكيل الحكومية ومراجعة الأسماء المختارة مراجعة دقيقة والابتعاد عن الأسماء التي تدور حولها شبهات فساد ولا يشكلون أزمات سياسية وذلك من أجل مصلحة الكويت. أقل العجمي أن الكويت تعيش أجواء انتظار وترقب واسع لتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ الدكتور محمد صباح السالم متمنيا له التوفيق في هذه المهمة. الدعوة الآن للتحقق والنصيحة والرسالة للدكتور محمد صباح السالم الآن وجوب أخذ هذا الملف بالاعتبار ومراجعة الأسماء مراجعة دقيقة جدا. علاقتنا العمل علاقة المجلس بالعمل الحكومي هي مراقبة هذا العمل والعمل الحكومي يعتبر أصلا أوله هو عملية الاختيار أول درجات عمل هذه الحكومة هي اختيار طاقمها ثم بعد ذلك يبدأ تعاون بعد أداها القسم في كل الأنشطة لكن الخطوات بعد القسم تكون أصعب والإجراءات مواضحة في الدكتور لذلك هذه رسالة واضحة المعالم لأهمية وضرورة تلافي والابتعاد عن كل الأشخاص اللي يمكن شكلون أزمات سياسية في المرحلة القادمة الأسماء السلبية الأسماء التي ترسل للشارع الكويتي إشارات سلبية ولها مواقف سلبية أو تعرضت لاستجوابات سابقة ولم تقدم ما يحميها أمام الشارع الكويتي هذا يجب الابتعاد عنها نتمنى كل التوفيق للحكومة القادمة ونتمنى أن تحصل كويت على شخصيات شابة تستطيع أن تقوم بالعمل الحكومي وتؤدي الأداء الجيد لصالح الكويت ترجمة نانسي قنقر